أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية ما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة في بيان النصادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق إلى ذلك أعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 822 حالة وفاة إضافة إلى إصابة 672 آخرين كما أوضح المركز الوطني المغربي للبحث العلمي والتقني أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في أقليم الحوز هذا وأمر ملك المغرب محمد السادس الجيش بنشر فرق لوجستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال دونما سابق انذار ضرب زلزال هو الأعنف منذ قرن المملكة المغربية بسبع درجات سجلها الزلزال على مقياس ريختر تهدمت منازل ومواقع أثرية وهرع الناس إلى شوارع المدن والأزقة طلبا للحماية وما زاد من حدة القلق خاصة خلال الدقائق الأولى تأثرت شبكات الاتصال بما جرى استعذر على كثيرين التواصل مع عائلاتهم لطمئنتهم وللاطمئنان عليهم ضرب الزلزال منطقة إيجيل الجبلية التي تضم قرى زراعية صغيرة على بعد حوالي 70 كم جنوب غربي مراكش ما زاد الطين بل أن الطرق الجبلية في اتجاه القرى التي تأثرت شهدت انهيارات للصخور ما أعاقى وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا وفي مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال انهارت بعض المباني في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو فضل عن سقوط مئذنة مسجد الكتيبة الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش ومع فداحة أعداد الضحايا بدأت السلطات تدعو المواطنين للتبرع بالدم كما أنها تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين لكن المسافات الكبيرة بين الكرة الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة حجم الأضرار والخسائر اشتركوا في القناة